نعم بالفعل ابدأ بالتحديثات وبيان قبل قليل صدر عن نادي الاسير الفلسطيني يتحدث بيان نادي الاسير بشكل واضح على ان ما يحدث من حملة اعتقالات ومداهمات في مخيم ومدينة جنين شمال الضفة الغربية هي اكبر عملية اعتقالات في المدينة والمخيم منذ الانتفاضة الثانية اي منذ عملية السور الواقي في العام الفين واثنين ما يحدث الان اعتقال يقرب الى وفق طبعا المصادر الرسمية الى اكثر من خمسمائة فلسطيني تم اعتقالهم بالاضافة الى ان التقديرات والحصيلة الاولية تتحدث عن نحو تقريبا الف حالة اعتقال حتى هذه اللحظة هنا في مخيم ومدينة جنين وفقا لنادي الاسير الفلسطيني فان حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ السابع من اكتوبر بلغت 4400 فلسطيني بالاضافة الى ان جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتقل 17 فلسطينيا خلال حملة مداهمات في انحاء متفرقة من الضفة الغربية يدخل العدوان على مخيم ومدينة جنين يومه الثالث على التوالي في ظل استمرار مشهد ميداني متوتر قبل قليل اطلق جيش الاحتلال الاسرائيلي النار باتجاه عدد من المواطنين الذين حاولوا الخروج من منازلهم في منطقة حارة الدمج هذه الحارة عدد من المواطنين تمكنوا من الخروج من امام منازلهم وكانوا يحاولون الوصول الى اطراف المدينة الا ان جيش الاحتلال فتح النيران بشكل مباشر ما ادى لاتراجع الشبان الفلسطينيين وبعض الاسر والعائلات على الجهة المقابلة في محيط مستشفى جنين الحكومي قبل قليل تمكنت عائلة فلسطينية من الخروج يعني رفعت يدها امام جيش الاحتلال الاسرائيلي واقضع لعملية تفتيش من قبل الاليات العسكرية الاسرائيلية امرأة وثلاثة من اطفالها تمكنوا من الانسحاب من تلك المنطقة في ظل طبعا استهدافات متتالية لجيش الاحتلال الاسرائيلي على الجهة المقابلة الآن تمت سحابة دخان كبيرة نرصدها على الهواء مباشرة الآن وهي تحديدا في اطراف المنطقة الغربية من المخيم سحابة دخان في هذه الاثناء على ما يبدو هو استمرار لاطلاق القنابل الدخانية قبل قليل وتحديدا في منطقة الهدف اطلق جيش الاحتلال الاسرائيلي وابلا كثيفا من القنابل الدخانية في المنطقة في اطار التغطية على القوات الراجلة التي تعرضت لاطلاق نار كثيف واشتباك مسلح مع المقاومين الفلسطينيين استمر هذا الاشتباك قرابة الخمسة دقائق قبل ان تعاود المنطقة لهدوئها الحذر في ظل استمرار التوتر وفجر جيش الاحتلال الاسرائيلي عبوة ناسفة معدة مسبقا في احدى المقاطع على المدخل الشمالي للمخيم باطلاق النار عليها وسط الطريق العام ما ادى لانفجارها قبل قليل طبعا هناك استفزازات متكررة في هذه اللحظات من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي مجموعة من القوات الراجلة داهمت مسجدا في مخيم جنين ووصلوا الى مكبرات الصوت في المسجد وادوا صلوات تلمودية تتزامن مع احتفالات اليهود بعيد الانوار الحنوكا في مشهد استفزازي مستمر ردا على التكبيرات التي خرج بها الاهالي من نوافذ واسطح المنازل داخل المخيم وردا على صافرات الانذار المستمرة يعني دويها في المنطقة في ظل طبعا بين فينة واخرى يتم اطلاق هذه الصافرات وكذلك ايضا يعني تكبيرات مستمرة من قبل شبكة المساجد هنا في المدينة ندخل ساعات الظاهرة واوضاع مأساوية انسانية كارثية داخل مخيم جنين في ظل تحذيرات من قبل الهلال الاحمر الفلسطيني على ان هناك نقص حاد وكبير في الاحتياجات الانسانية المتعلقة في الخبز والدواء والحليب للاطفال داخل المخيم وهناك نداءات استغاثة العشرات منها لحالات مرضية يصعب طبعا عملية الحديث عنها هنا استمرار لاطلاق القنابل الدخانية بشكل مكثف الان في منطقة اطلوع الغبز لربما هذا يشي بان هناك طبعا عدد من القوات الراجلة في هذه المنطقة هذه المناطق التي نقف في تخوم المخيم هي يعني معززة بنقاط عسكرية كبيرة جدا لجيش الاحتلال الاسرائيلي وتحديدا القناصة الذين يتمركزون في هذه النقطة والنقاط المجاورة وبعض المناطق تحولت الى نقاط وثكنات عسكرية قيادية نكة مراكز قيادة لجيش الاحتلال الاسرائيلي طبعا عن ما يحدث بلغة الارقام وتحديدا داخل المخيم هناك عدد كبير من المنازل تم تدميرها بشكل كامل اما بالتفجير او بالقصف وكذلك ايضا هناك اضرار كبيرة بشكل جزئي في بعض المنازل تحديدا نتحدث يعني وفق ما يرد من احصائيات اولية داخل المخيم عن المئات من هذه المنازل في ظل هذا المشهد المتكرر ميدانيا هنا في مخيم جنين طبعا نطاق العملية العسكرية في الفترة الزمنية والمساحة الجغرافية نحن نتحدث عن اكبر عملية لجيش الاحتلال الاسرائيلي منذ عقدين من الزمن منذ عملية السور الواقي في العام الفين واثنين وهي تجاوزت بدخولها اليوم الثالث عملية الحديقة والبيت التي اطلقها جيش الاحتلال الاسرائيلي في الثالث من يوليو واستغرقت قرابة الستة واربعين ساعا لان نتجاوز اثنين وخمسين ساعا وربما اكثر من ذلك في هذه العملية التي يعني واضحة المعالم ووضعت اسرائيل هدفا اليوم هو طبعا ان يكون القضاء على الادرع العسكرية داخل مخيم ومدينة جنين باعتبار جنين رأس حربة في الحالة النضالية وباعتبار جنين تشكل طبعا حاضنة لالادرع العسكرية الفلسطينية يلجأ اليها العديد من المقاومون الفلسطينيون من مناطق مختلفة من الضفة الغربية باعتبار ان الحاضنة الشعبية هنا اكبر وبشكل لافت مما هي عليه في مناطق اخرى وبالتالي الاهداف الاسرائيلية واضحة عبر هذه العملية العسكرية لكن بشكل واضح جيش الاحتلال الاسرائيلي لم يحدد الفترة الزمنية لهذه العملية العسكرية هنا في مخيم جنين اي لا يعلم على وجه اليقين متى ستنتهي حتى هذه اللحظة العملية لازالت متواصلة واستمرار الدفع بتعزيزات عسكرية اسرائيلية الى المنطقة لازال متواصل ميدانيا سواء من المحور الشمالي من حاجز الجلمة او من المحور الشمالي الغربي مما يعرف بفتحة مقابله او من المحور الغربي الى طبعا حاجز سالم وخلال طبعا عملية الدفع بتعزيزات تتعرض الاليات العسكرية الاسرائيلية لاستهدافات مباشرة من قبل المقاومين الفلسطينيين تحديدا على امتداد الطريق الغربي غرب مدينة جنين مرورا ببلدات كفردان اليامون سيلة الحارثية وكذلك ايضا في محيط بلدة رمانا حيث قام الاحتلال الاسرائيلي باقتحام هذه البلدات خلال ساعات الليل وطبعا كان هناك خلال الفترة الماضية مشهد ميداني متعلق بان جيش الاحتلال الاسرائيلي قام بتدمير البناء التحتية على مدخل بلدة سيلة الحارثية بتجريف مقاطع لعدة مئات الامطار من قبل الجرافة المجنزرة دي ناين التي تواصل عمليات التقريب الى جانب طبعا الخسائر البشرية والتي نتحدث حتى هذه اللحظة عن ضحايا 11 شهيدا لهذا العدوان الاسرائيلي ونحو 20 اصابة وهناك الآن تعزيزات عسكرية اسرائيلية من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في هذه الاثناء على هذا التقاطع عدد من الاليات العسكرية الاسرائيلية بدأت بعملية الوصول استمرار لتعزيزات متواصلة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي نرصدها الآن على الهواء مباشرة في ظل ان العملية والمشهد الميداني هذه الاليات وصلت الى محيط ما يعرف في اطلوع الغباز وهي اطراف المنطقة الشرقية حيث يتم اطلاق القنابل الدخانية في تلك المنطقة هذه الاليات بدأت بالتقدم رويدا الى مزيد من الاطراف الشرقية في مخيم جنين في هذه اللحظات وهذا يشي بشيء واحد بان العملية لازالت مستمرة ميدانيا وان جيش الاحتلال الاسرائيلي سيواصل طبعا عملية الدفع بهذه التعزيزات الى نطاق المخيم اللافت ان جيش الاحتلال الاسرائيلي لم يقتصر بعمليته هذه على غرار ما حدث في عملية الحديقة والبيت في الثالث من يوليو على مخيم جنين بل امتد الى منطقة طبعا مخيم طبعا المدينة في المنطقة وهذا جزء اخر من الاليات العسكرية الاسرائيلية في هذه اللحظات والتعزيزات التي تصل تباعا الى المدخل الشرقي بمخيم جنين نشاهد عدد كبير من الاليات العسكرية الجزء كبير منه اتجه الى الاطراف الشرقية الجنوبية في محيط خلة الصوحة وجزء اخر بدأ يصل تباعا الى منطقة المدخل الشرقي في مخيم جنين شماء الضفة الغربية هذه الاليات العسكرية تواصل التقدم في هذه الاثناء باتجاه هذه المناطق طبعا كان لافتا خلال ساعات الليل توسيع نطاق الاستهدافات والمداهمات في الحي الشرقي من المدينة حيث داهم جيش الاحتلال عددا من المنازل وقصف جزء اخر واستهدف مجموعة من الشبان بقصف صاروخي نفذته طائرة استطلاع صاروخ على الاقل ادى لاستشاد ثلاثة شبان فلسطينيين واصابة تسعة اخرين لترتفع الحصيلة لأحد عشر شهيدا وكذلك ايضا الحديث بشكل لافت طبعا عن ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يواصل هذه العملية هذه الاليات تواصل التقدم باتجاه ما يعرف منطقة محيط اطراف حارة الدمج في هذه اللحظات لكن اذا ما واصلت عملية التقدم لتلحق بالاليات التي تمت دفع بها قبل قليل فهي تصل بما لا شك فيه الى نطاق منطقة خلة الصوحة هذه الاليات العسكرية الان تتكدس في هذه المنطقة في الاطراف الشرقية في ظل استمرار العملية العسكرية الخشية ان يكون هناك طبعا استمرار طبعا لجيش الاحتلال الاسرائيلي في هذه الاثناء وتلك الاليات في اقصى منطقة خلة الصوحة في هذه اللحظات حيث نرصد هذه الصور المباشرة المباشرة للتعزيزات العسكرية الاسرائيلية التي يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي الدفع بها الى مخيم جنين وكذلك ايضا مناطق متعددة هناك حركة يعني مكثفة للاليات العسكرية الاسرائيلية في هذه الاثناء في اطراف المخيم وفي نطاق المخيم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي تلك الاليات اتجهت الى محيط منطقة الجابريات وبطبيعة الحال يعني في ظل هذا التطور الميداني نداءات الاستغاثة ومحاولات لإدخال الطعام وإدخال كميات من الحليب والخبز الى المخيم عبر مركبات الهلال الاحمر الفلسطيني مستمرة لكن هناك نقص حاد وإعاقات تتعرض لها التواقم الطبية الفلسطينية في طبعا عمليات التنقل هناك حواجز عسكرية في محيط مستشفى جنين الحكومي لإخضاع كل الطواقم الطبية وكل المركبات الطبية لعمليات تفتيش وتدقيق في هويات ومركبات الإسعاف من قبل جيش الاحتلال حتى الحالات المرضية تخضع لهذا الإجراء العسكري الاسرائيلي في مخيم جنين منظمة طباء بلا حدود قالت بأن الناس يموتون والمرضى يموتون نتيجة الإغلاقات الإسرائيلية في بيان لها صدر عبر منصة X صباحا هذا اليوم وهذا يضاف إلى طبعا التحذيرات التي كانت قد أطلقت من الهلال الأحمر الفلسطيني في ظل طبعا العرقلة المستمرة التي يتعرض لها وتتعرض لها التواقم الطبية ميدانيا ما يحدث هو حدث كبير ولافت ونحن نتحدث عن أكبر عملية عسكرية إسرائيلية في مناطق الضفة الغربية التي تخضع للسلطة الفلسطينية وفق التفاهمات السياسية أو ما تبقى منها ميدانيا في مناطق الضفة الآن نرصد عدد من القوات الراجلة الذين يخرجون من منزل قد تم مداهمته الآن في منطقة ما تعرف طلوع الغباز الآن العشرات من الجنود يخرجون في نطاق المنطقة وهذه صور مباشرة الآن لعدد كبير من القوات الراجلة الآن يخرجون من هذه البنايات السكنية وسط إطلاق طبعا على ما يبدو للقنابل الدخانية نعم هناك إطلاق قنابل دخانية للتغطية على طريقة الانسحاب لجيش الاحتلال وللقوات الراجلة إذن القنابل الدخانية التي أطلقت كانت بهدف التغطية على العشرات من القوات الراجلة يعني أكثر من ثلاثين جندي في هذه اللحظات نستطيع رصدهم على الهواء مباشرة في ظل إطلاق القنابل الدخانية في محيط ما يعرف طلوع الغباز في هذه اللحظات حيث يواصل جنود الاحتلال الإسرائيلي عملية التحركات العسكرية المكثفة ويترجلون ويهرولون باتجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية التي وصلت قبل قليل خالد بدير مراسل الغد من مخيم جنين شكرا جزيلا لك